بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سألني سائل فقال ماذا تقول في معهد الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى فأجبت بالآتي أقول الشيخ الفاضل أحمد بازمول الدكتور في جامعة أم القرى رجل صاحب سنة لا تعرف عنه بدعة فهو حامل للواء الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رجل صاحب جهد عظيم فهو في الأسبوع يدرش منهج السالكين بلوغ المرام كتاب التوحيد نزهة النظر القلائد البرهانية في المواريث ألفية بن مالك الأصول الثلاثة في المعهد أقول رجل بهذا النشاط رجل يحيي السنة ويسعى إلى قمع البدعة يقف في وجهه سني لا يتصور ذلك عقلا فأقول يا أيها الشباب أقول لكم هناك إشكال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هذا أمر إلهي وقد قال الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى الحسد خلق ذميم لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في مجتمعه ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود بالحط من قدره أحيانا وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا إلى غير ذلك انظر هذا العلامة ماذا يقول أن الحسد خلق ذميم ولأن الحاسد يتتبع نعم الله على بعض العباد في مجتمعه ويحاول هذا الحاسد كما يقول الشيخ بن عثمين بقدر ما يمكن هذا الحاسد أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود المسكين بالحط من قدره أحيانا وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا إلى غير ذلك هذا كلام من يا أخوان كلام عالم شيخ بن عثمين يحذر من الحسد ويقول الشيخ في مقام آخر بأن الحسد خلق ذميم ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم انظر هذا كلام من يا أخي هذا كلام عالم يتكلم من باب النصح الدين النصيحة فانظر ماذا يقول الشيخ بن عثمين أن الحسد خلق ذميم ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم ويوجد بين التجار فيحسد بعضهم البعض وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها لكن مع الأسف أنه يقول بن عثمين لكن هذا كلام الشيخ بن عثمين لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق فأنا أقول إذا كان هذا الشيخ الذي قد زكاه الشيخ النجمي وأسماه بالعلامة البعض يتضايق وكأنه يطعن في الشيخ النجمي بطريقة أو أخرى الشيخ النجمي يقول عن الشيخ ابن بازمول علامة والشيخ ربيع يقول كذلك بأنه عالم والشيخ ابن عثمين يبين لنا بأن وللأسف أن بين العلماء حسد وبين طلبة العلم فهذا الرجل أعني بازمول قد شهد له العلماء وهو يدرس في الصبح والمساء ويرفع لواء السنة فكيف يأتي شخص ويقول كذا وكذا دون بينه دون دليل ائتني ببدعة فإن عجزت عن ذلك كيف لك أن تتكلم فاحذر يا عبد الله من صخط الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا خوفوا بالله خافوا وارتعدوا هذه صفة أهل الإيمان لذلك أقول هذا الشيخ صاحب سنة لا تعرف عنه بدعة وسأل الله عز وجل له السداد والتوفيق وسأل الله عز وجل أن يبارك بهذا العمل أقصد هذا المعهد وأن يُعلي راية السنة سواء كان حامل السنة من أي إقليم ومن أي بلد إن كان من ألبانيا أو كان من الجزيرة العربية أو كان من أفريقيا أو أوروبا لا إقليمية نعم هذه هي الدعوة السلفية لا إقليمية فالإقليمية حرب على السلفية فلا بد للسني أن لا يبالي وينظر إلى هذه المقولات الضعيفة فعندما تقول ما الدليل يقول آه آه لا أدري لا أدري أعوذ بالله هذا طرح سني هذا طرح يريد أن يتقرب به إلى الله تعالى فنحن نعتصم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن الحب في الله تعالى في ذات الله تعالى نصرة السني فهل أنت ناصر أهل السنة أم تسمع إلى القيل والقال فهذه المقولة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كرها كرها إليكم القيل والقال فهذا أمر محرم ونصيحتي لنفسي ولإخواني الإخلاص لله كل ما ذكرت أحسبه والله حسيبه الشيخ بازمول بأنه صاحب سنة لا نعرف عنه إلا نصرة السنة وأهل السنة وحرب على البدعة وهل وهل المخالفة لما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله رب العالمين